أهلا بكم لعقود طويلة ظلت اليمن غائبة عن اهتمام العالم وبعيدة عن تدخل المجتمع الدولي لكن ومع اندلاع الثورة الشبابية في 2011 صار اليمن يشكل واحدة من أهم أولويات الأمم المتحدة وبينما هو مفترض من دعم استقرار البلد وواقع انكشاف اليمن اليوم على أطماع إقليمية ودولية صدرت سلسلة قرارات نستعرض أبرزها كانت البداية مع نقطة التحول الفارقة في مسار الثورة وهي الإعلان عن المبادرة الخليجية ليصدر قرار مجلس الأمن 2014 الذي دعي فيه صالح إلى التوقيع فورا على المبادرة وتنفيذها وفي عام 2012 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2021 مدين فيه كافة الأعمال الهادفة لتقويض العملية الانتقالية والتدخل في قرارات هيكلة الجيش وفي تلك الفترة عين الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مبعوثا خاصا لليمن في العام 2013 لعب المبعوث الأممي جمال بن عمر دورا في تسيير مؤتمر الحوار الوطني وسط اتهامات بالتواطئ مع ميليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 اجتحت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صنعاء ونشأ وضع جديد اضطر بمجابه مجلس الأمن لإصدار القرار 2140 ليضع اليمن تحت البند السابع وبناء عليه انشئت لجنة الخبراء ورغم أن المجلس في هذا القرار أدان استخدام الحوثيين القوة وسلم أن العملية الانتقالية تقتضي طي صفحة صالح إلا أن الأمم المتحدة ذهبت باتجاه مناقض انتج عنه اتفاق السلم والشراكة الذي مثل مكافأة للحوثيين وشرعنة لانقلابهم في 2015 أصدر مجلس الأمن ثلاث قرارات بشأن اليمن جميعها تؤيد الشرعية نظريا وعلى الأرض لم يتم تقيد بمجباتها أول هذه القرارات القرار 1221 الذي تلشت ياح الحوثيين لصنعها ووضع رئيس الجمهورية تحت الإقامة الجبرية ومحاولات حل البرلمان وفيه أبد المجلس رفضه للعنف وأدان تحركات الحوثيين مطالبا إياهم بالانسحاب وتسليم السلاح وبعد أقل من عشرة أيام صدر القرار 2204 الذي قضى في أبرز بنوده بتمديد فترة لجنة الخبراء ومع نهاية العام صدر أهم قرارات المجلس وأهم مرجعيات الحل القرار 2216 وذلك بعد انطلاق عاصفة الحزم أكد القرار دعم شرعية الرئيس هادي وجهود مجلس تعاون الخليجي القرار نفسه جدد مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح والإفراج الفوري عن وزير الدفاع الصبيحي وفارضا حضرا محددا لتوريد الأسلحة على علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي وتجميد أرصدة وحضرا من السفر للخارج طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل المخلوع وبعد أن قوضت العملية السياسية ودخلت اليمن حربا على أكثر من مستوى أعلن بن عمر استقالته ليتم تعيين خلفا له إسماعيل ولد الشيخ الذي قاد ثلاث جوالات مفاوضات جميعها لم تفضل حل سوى مزيد من تغييب القرارات الدولية وتجزئتها وفي ظل استمرار رفض الحوثيين للقرارات وغياب الضغط الدولي صدرت ثلاث قرارات كلها مددت العقوبات والحضر وفترة ولاية لجنة الخبراء انتهت ولاية ولد الشيخ دون أي تقدم سياسي يذكر ليتسلم بعده المهمة البريطاني مارتين جريفث ووسط تلك التعقيدات وصل جريفث نهج سابقيه في تجاوز أسباب الحرب والقفز على المرجعيات ليصل إلى إبرام اتفاق الحديدة بناء على محادثات استوكولم مدعوما بقرارين دوليين خلال ثمانية أعوام أدى غياب الإجراءات الرادعة من مجلس الأمن وتواطؤ الأمم المتحدة حسب مراقبين إلى إفراغ القرارات من مضامينها وكلها ذهبت باتجاه تجزئة المشهد اليمني وإطالة أمد الحرب وبدلا من دعم عملية الانتقال السلمي ها هو العالم اليوم يحاول فرض أي صيغة سلام تنقذ ما تبقى من بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم ترجمة نانسي قنقر